اسكوتو مش موسم العيد طلع ثلاث افلام مش فيلمين بس زي ما انتو كنتم فاهميني او اسكوتو مش موسم العيد طلع ما فيهوش افلام خالص انا بس اللي عارف زريعة فين فين لما تفرجع فيكم هتعرفوا فين الزوم بدل كتير جوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي هنتكلم عنه النهاردة هو زومبي حلقة النهاردة بقدمها بالشراكة مع موفيز بوبكورن وبدعوكم لمتابعة حساباتهم على تويتر وانستجرام عشان ما يفوتكوش اي جديد في عالم الترفيه وعشان قريب جدا حيتم الاعلان عن مسابقة جامدة جدا مسابقة للناس اللي بتحب النقد والمراجعات وشايفين انهم بيكتبوا كويس وعاوزين ياخدوا فرصة التفاصيل المسابقة وجوايزها حتتنشر على حسابات موفيز بوبكورن وطبعا من خلال حلقاتنا هنا هعرفكم بالجديد اول بول فخليكم معايا على الخط وتابعوا حسابات موفيز بوبكورن على انستجرام وتويتر دلوقتي حالا من اللينكات اللي في الديسكريبشن احداث فيلم زومبي بتحكي عن شخصية بطة الشاب الخواف الفاشل اللي بيحاول يكون فرقة موسيقية مع اصدقاؤه على امل انه ينجح ويشتهر ويقدر يخطب البنت اللي بيحبها عشان كده بطة واصدقاؤه والبنت اللي بيحبها بيوفقوا انهم يروحوا ويغنوا في فرح في سهاج ولكنهم في الطريق بيقابلوا مفاجأة مرعبة بلد صغيرة بيكتحها الموتى السائرون او الزومبي وبيطردوا ابطالنا في سلسلة من المواقف والمغامرات الكوميدية على امل ان بطة يعرف طريق الجرأة والنجاح فيا ترى ايه اللي حيحصل زي ما انتوا عارفين في الحلقة اللي فاتت كنت وضحت اني ما عنديش نية اني اعمل مراجع الفيلم زومبي هو الحقيقة انا ما كانش عندي نية اني اشوفه اصلا وده لأسباب واضحة ومش غمضة قوي منها ان فريق البطولة من الوجوه اللي اكتشفها مصرح مصر اللي انا شخصيا ما بحبوش قوي ومنها ان التريلر بتاعت الفيلم ما عجبتنيش خالص ومنها طبعا اني ما توقعتش من الفيلم اي تميز على المستوى الفني ولكن مخرج الفيلم عمر صلاح تواصل معايا وطلب مني اني اشوف الفيلم على اي حال وده بسبب اهتمامه برأيي وطبعا انا بشكره جدا على ده ودخلت الفيلم على امل اني اتفاجئت وبصراحة انا اتفاجئت فعلا بس مش من الفيلم انا اتفاجئت بعلاقة الفيلم ده مع باقي الافلام المعروضة لان الفروق مش كبيرة قوي ليه كتير مننا بيبصوا على فيلم زي ده بدرجة من درجات الاستخفاف عشان فيلم كوميدي بيهدف للضحك بس عشان عارفين ان احنا حنلاقي فيه مهرجان شعبي محشور بالعافية عشان مش متوقعين منه انه يكون عنده قصة يحكيها عشان متوقعين ان احنا حنلاقي فيه اعلان لمركات وسلعة بشكل مباشر عشان مش مستبعدين انه ممكن يلجأ للايحاءات في محاولاته للاضحك عشان قرينا من التريلر ان كتير من افكاره هتكون منقولة من اعمال اخرى طب هو فيه ايه افلام مصرية دلوقتي بتتعمل ما فيهاش كده اغلب اللي انا قلته ده بقى من ثوابت السينما المصرية مؤخرا وبالتحديد السينما الكوميدية طبعا هي دي مفردات الجذب التجاري عندنا وطبعا المكونات دي ما وصلتش للمكانة دي غير بسبب ان نجاحها مضمون يعني الاغلبية العظمى من الجمهور بيحبها هو بس طول ما عليها ختم نجم كبير بتبقى تمام ولكن لما بيبقى عليها صورة علي ربيع بتبقى سينما درجة تانية دي كلها مش مقدمات عشان اقولكم ان فيلم زومبي عجبني كل المكونات اللي قلتها من شوية موجودة في الفيلم فعلا معادة حاجتين حقولكم عليهم كمان شوية انا بس بعترف اني كنت غلطان شوية لما لمحت لان الفيلم ده اقل من اقرانه هم الحقيقة كلهم في الهوى سوا ولو شلنا من على اغلب الافلام المصرية التجارية مؤخرا صورة النجمة او النجمة الكبار حنلاقي ان كله محصل بعضه فيلم زومبي فيلم مش حلو الفيلم بينتمي لنوعية السبوف او الترياءة على نوعية افلام الزومبي وافلام السبوف دي يا جماعة في اي حتة في الدنيا بيبقى هدفها الضحك فقط وعلى مقياس الضحك الفيلم ده ما جابش معايا قوي فيلم مغامرات مع موتى سائرين ليه احتمالات لا نهائية من المواقف الكوميدية مواقف حركية مش محتاجة نكت عشان تضحك والمواقف دي موجودة في الفيلم فعلا ولكنك كمشاهد هتلاقي نفسك مستنيها تخلص عشان تسمع النكت اللي بتقولها الشخصيات وفي 90% من الوقت انا لقيت ان النكت دي ما بتضحكش طبعا غير يمكن يكون ضحك منها وغير يمكن يكون شايف ان هو ده الشكل الانسب للكوميديا الكوميديا شيء نسبي وانا مليش غير اني اعبر عن ذوقي بس ولكن في حاجات تانية ممكن يتقال عليها انها مطلقة الاعلانات المباشرة للمنتجات شيء سلبي بشكل مطلق التأثر الواضح والنقل في بعض الاحيان من فيلم شون اوف دا داد شيء سلبي بشكل مطلق حشر اغنية شعبية داخل احداث الفيلم شيء سلبي بشكل مطلق حتى لو كانت الاغنية نفسها حلوة وملقيه بقى الحاجتين السلبيتين اللي كنت متوقعهم في احداث الفيلم وملقتهمش الحاجة الاولى هي الاحاءات الغير صديقة للعائلات فيه طبعا ولكن على قد ما انا عديت هو مشهد واحد فيه نكتتين والحقيقة النكتتين كانوا من افضل النكت اللي في الفيلم غير كده تقريبا مفيش ممكن فعلا تتفرجوا على الفيلم دا مع عائلتكم من غير مشاكل والحاجة التانية هي القصة رغم ان فيلم زي دا بينتمي لنوعية السبوف زي ما قلتلكم مش متوقع منه قصة بس القصة بتاعت الفيلم دا متمسكة بشكل مدهش قصة مش حلوة وبكل تأكيد مش عميقة بس متمسكة مفيش حاجة بيتم تقدمها ما بيتمش استخدامها رحلة الشخصيات كلها مكتملة اعتبارات الجغرافيا في محلها تماما قرب النهاية اصلا بتظهر التواقة حلوة بشكل مفاجئ والنقطتين دول بيخلوني ابص على فيلم زي دا واقول خسارة شوية اجتهاد في المكونات الاخرى كان ممكن يخلي الفيلم دا حقيقي مختلف تبقى بداية تغيير للصورة النمطية بتاعت ابطاله انهم يحاولوا ينتصروا للموقف عشان يبقى بطل الكوميديا بدل الافيه الفيلم كان محتاج مجهود حركي اكتر بكتير كذلك مجهود اكبر بكتير في التعبيرات الكوميدية ولكن في الناحيتين دول بالتحديد كل اللي شفته من ابطال الفيلم كان كسل واعتماد اكتر واكتر على الافيه وتكراره كذلك محمد محمود عنده نكتة في الفيلم كررها على الاقل 7-8 مرات يا جماعة انجح نكتة في تاريخ السينما لا تحتمل التكرار دا كله وهي اصلا نكتة مش حلوة شوية المواقف الحركية الكوميدية اللي عندنا ايقاعها كان بطيء قوي ولو ان فيها بعض الاجتهاد على مستوى التصميم عموما العناصر التقنية والفنية في الفيلم كويسة في حدود اللي احنا ممكن نتوقعه من فيلم سبوف بس المحصلة بتاعت الفيلم بشكل عام مش افضل مما كنت اتوقع مشاهدة فيلم زومبي ما خلتنيش اغير انطباعي الاول عنه هي خلتني اغير انطباعي الاول عن باقي الافلام المصرية كلها بانه خلاني اقتنع بان الفروق ما بينه وما بين باقي الافلام الكوميدية المصرية مش كبير بالشكل اللي ممكن نتوقعه وان الافلام اللي بتحاول تخاطر وتخلق اختلاف حقيقي تستهل تكريم اكبر مننا ومحدش يسألني انهي افلام انا حاليا لا يحضرني اي شيء نجوم مصرح مصر لو عاوزين يكسبوا ارضية اوسع محتاجين يغيروا من نفسهم شوية وده طبعا مش شيء ضروري هم شعبيتهم كبيرة وعندهم الجمهور بتاعهم والفيلم ده هم عاملينه عشانهم فلو هم مبسوطين بكده وراضين عن اداء الفيلم حيفضل اللي زي من الجمهور يقول على فيلم زي ده فيلم مش حل تقييمي لفيلم زومبي هو اربعة ونص من عشرة بس حقيقي تماسك القصة ادهشني وخلى التجربة بشكل عام صالحة للمشاهدة منقشة الحلقة ايه هي افضل افلام السبوف اللي ممكن تكونوا شاهدتوها في السينما العالمية ياريت تساهموا برأيكم في القومنز الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجلكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو انستجرام وبي باي